تجربة مختلفة إحنا رايحين دلوقتي رايحين متحف المستقبل في سول في كوريا هم عاملين التصور للمدينة بتاعة المستقبل سنة 2051 مدينة كاملة على الزكاء الاصطناعي سنة 2051 المدينة دي بقى يعني ما فيش يعني عوامل بشرية فيها كتير فيها روبوتس وفيها عناصر الزكاء الاصطناعي في كل التفاصيل هنحاول نعرف حكاية المدينة دي طبعاً أنا أول مرة أشتغل بالكاميرا دي وأول مرة أصور بالسيلفي ستيك فيعني استحملوني بقى في اللي أنا عملت بعمله ده بس هي تجربة سرية محتاجين أننا نكتشفها مع بعض ده الجيت بتاع دخول المستقبل يعني بوابة المستقبل إلى المدينة اللي قايمة على الزكاء الاصطناعي سنة 2051 المدينة هتكون كده وزي ما انتوا شايفين اللي عامنينه روبوت روبوت جيتس الروبوت جيتس دي فيها دي درع بتاعته روبوت شايل الشاشات وده بقى منه كارت الدخول إلى المستقبل مدحف المستقبل بيوريك تخيلهم عن التكنولوجيا وهتوصل لحد فين في كل مناحي الحياة يعني مثلاً في المواصلات بيقولوا أنه هيكون عن طريق الهايبرلوب وده زي أطر سوعته أكتر من ألف كيلو متر في الساعة يعني يقدر يخليك تروح من بلد لبلد في دقايق الهايبرلوب أنا كلمتكم عنه قبل كده أنا وصديق العزيز وزميل العزيز والأستاذ توت اللي وحشني جداً في الرحلة دي الهايبرلوب هو وسيلة النقل الزكية جداً في المستقبل والأسرع على مستوى العالم سرعة الهايبرلوب هتكون 1300 كيلو متر في الساعة هو عبارة عن مجال مغناطيسي بتركب فيه في تيوب أو حاجة على شكل نسميه قطر بقى نسميه ترماي من الزمية العربية وأسموه هايبرلوب فهو مجال مغناطيسي بيجذب ما بين قطبين قطب موجب وقطب سالب الاختراع التاني هو الهولو جرام وده أكيد سمعته عنه قبل كده لأنه موجود بالفعل دلوقتي ولكن في المستقبل الفيديو كول هيبقى عن طريق الهولو جرام وتقدر تشوف اللي بتكلمه كأنك قاعد معاه بالزبط أما في الطب فالعمليات اللي هيعملها الروبوت وكمان عن بعد ممكن الدكتور اللي يعمل العملية يبقى في بلد والعملية بلد تانية خالص وبالفعل فيه أبحاث وتجارب على الموضوع ده من دلوقتي طبعاً مش محتاجة أقول لكم أن الزكاء الاصطناعي خلاص بقى أخبار قديمة لأنه واقع عايشينه دلوقتي ما ينفعش نيجي هنا يا سول غير لما نسأل على بنتنا آية آية من بناتنا في مصر اللي بيدرسوا هنا في كوريا آية بتدرس لغة وكمان متخصصة في الثقافة الكورية فمن خلال آية هنكتشف مع بعض شوية حاجات أنا هبدأ زكي آية لو تمامي عامل إيه؟ تمامي الحمد لله كله تمام؟ تمامي أنا عاوز أحكيلك على حاجة شخصية شوفت لسة دلوقتي جايلك من مدحف بيتصور شكل مدينة في المستقبل عامل إزاي؟ والمدحف حط سنريرات كده إنه كوكب الأرض هينفجر وفيه منقذ بقى هو اللي هينقذ الأرض من الانفجار وركبنا النظارة بتاعة الفي آر والبراكين وعصير وحاجات بقى اللي أنت فاهمة الحاجات دي كلها لاحظنا حتى فيه الانيميشن برضه عندهم هاجزة إنه الأرض هتمفجر ونهاية العالم الرابط ليه الثقافة الكورية أو في المخيلة بتاعتهم دايماً فكرة إنه فيه ضمار جاي أو فيه حاجة أعرفة اللي هو العالم هينتهي؟ مش عارفة بالضبط السبب ممكن يكون إيه بس ممكن بسبب إنه هم عاشوا قبل كده حرب حرب الكورية وقبل حرب اليابان ممكن بسبب كده هم دايماً عندهم استعداد للحرب دايماً لهم ديوقتي برضه في فترة هدنة مع كوريا الشمالية وأحياناً بيحصل تهديدات ما بين الكوريتين يعني فممكن بسبب كده هم دايماً آه عندهم الهاجز ده تأثير فترة الحرب الكورية على الثقافة الكورية أو عليهم وصل لحد فيد؟ أنا عارف إن فيه سلام عندهم لما حد يسلم على الثاني يقولوا انت كلت النهاردة ولا لا كلت آه 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 يعني هم عاشوا فترة جوع كبيرة آه آه ده حقيقي آه هم صح زي عندنا لما بيقول سلام عليكم أو هالو أو هاي أو كده هم عندهم تحية بالسؤال اللي هو انت كلت تتغديت فطرت ده مش معناها انت بجد فطرت ولا تتغديت لأ انت إزايك هم ممكن داي برضو راجع ان هم زمان فعلاً عاشوا فترة جوع زي ما بتقول في الحرب وكانوا بيأكلوا حاجات ما بيأكلوا هاش دلوقتي اللي ما بيفتكروها بيرجعوا زي لحم الكلاب والكلام ده دلوقتي اللي ما بيرجعوا بيفتكروها بيفتكرو الحرب والمأساة اللي عاشوها طب ما اللي بيقولوا انه الجدود يعني بيعتبروا انه في لحم الكلاب القوة وحاجات زي آه هم بيعتبروا انه صح لغاية دلوقتي حالفكرة في نسبة كل لحم كلاب بس مش كتير أم هو دلوقتي بقى غير شرعي يعني هو وقتها كان شرعي دلوقتي يعني من تحت الترابيزة شوية والأجالي الجديدة الرفضة ده ما بيكلوش يعني الشباب اللي زينا ما بيكلوش اللحم الكلاب دلوقتي لكن القدام لسه لغاية دلوقتي ممكن يكون بيأكلوها بيعتقدوا إن هي فعلا بتديهم قوة وإن هي فيها يعني مفيدة للصحة البني آدم يعني إيه اللي في الثقافة الكورية شبهنا وإيه اللي مش شبهنا خالص يعني أنت بتجربتك هنا إيه اللي شفتيه شبهنا حسيتي نفسك في مصر وإيه اللي انت حسيتي بقى بالغرب قوي لأ بقى لما نجدعو به خالص لأ كتير اللي شبهنا كتير واللي من شبهنا كتير يعني ما قدرش أقول إن هم مثلا زي الغرب الغرب مختلفين عن ثقافتنا العربية أو الشرق الأوسط عن متن فهم هنا يعتبروا مكتبع محافظ لأ عندهم برضو ثقافتهم شوية محافظة مكتبع مقفول على نفسه برضو ومارسة في الكامل سنة الأخيرة بدأوا يتفتحوا على العالم ويقبلوا الثقافات الأجنبية والأجانب حتى إحنا يعني مثلا من زمان لما جيت زمان أول مراجعة كوريا ما كانش فيه قبول قوي لفكرة الأجانب في كوريا زي دلوقتي دلوقتي خلاص عشان فيه أجانب كتير داخلت كوريا فبدأوا يتقبلونا لكن زمان لا فهم شوية شوية بينفتحوا على العالم بس هم بشكل عام لأ لسه مجتمع مغلق شوية عن نفسه وبيقدسوا قوي ثقافتهم وبيحبوا يعيشوا في قوقعاتهم زي ما بيقولوا ده لو هنقول شوية حاجة شبهنا إنه مجتمع محافظ لسه لو حاجات مثلا مختلفة عننا صدمة بقى صدمة طبعا يعني اللحم الكلاب ده جزء من الصدمة ده كانت صدمة أه أكيد بس كتير والله يعني يعني هما فيه برضو حاجات من الغرب يعني مجتمع مفتوح برضو شوية حاجات زي الغرب بيقبلوها إحنا لسه عندنا لأ ما مدقبلهاش تستوقف التعاملات مع البشر أو أو المفتاح في التفكير برضو هما هنا بشكل عام بني قدمين مش من نور زينا في مصر اللي هو تحس إن أنت تسلم عليه ويبقى تاني يوم صاحبك لأ هما بيقدسوا قوي الفردية لكل شخص يعني ما ينفعش تبقى الصاحب مع حد كولي قوي من أول مرة لأ ولا من تاني مرة لازم تاخد وقت وقت أه هما مش هما يخدكش العشم قوي في العشم مفيش عشم هما فرندلي يبنوا فرندلي بس لأ مش من أول مرة تعرف تاخد عليهم وياخدوا عليك ويعتبروا صحاب أو لا بياخدوا وقت بياخدوا وقت اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على واتشد دوت كوم ترجمة نانسي قنقر